استفت أحزاب اليسار في مؤخرة الهيئات السياسية التي تمكنت من المشاركة في تسيير جهات المملكة لـ 12 حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي سبق أن توفق في استحقاق 2009 في رئاسة عدد من المدن من أهمها الرباط وأجادير يفقد اليوم معاقله التاريخية ويفشل في ضم جهة جلميم ودنون التي كان يعول عليها باعتبار تحقيقه للصدارة فيها بـ 12 مقعدة ينضف إلى حزب الاتحاد الاشتراكي فدرالية اليسار الديموقراطي التي تتشكل من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب طريعة الديموقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد لم يتجاوز هذا التحالف اليساري نسبة 0.15% من مجموع مقاعد الجهات المحصل عليها وتأسيساً على هذه النسبة المتواضعة وجد التحالف نفسه خارج تجربة تسيير أي من الجهات أما حزب التقدم والاشتراكية فرغم التقدم الذي حققه على مستوى النتائج لم يظفر برئاسة أي جهة من الجهات الـ 12 تمكن حزب الكتاب المستفيد من انتمائه للإئتلاف الحكومي من الحصول على الرطبة الرابعة على الصعيد الجهوي غير أن موقعه لم يسعفه في حيازة أي رئاسة من الرئاسيات الجهوية ترجع اليسار يظل سؤال المرحلة المفتوحة على مؤتمرات هذه الهيئات السياسية التي نجحت ذات يوم في تشكيل قوة اقتراحية داخل النسيج السياسي الوطني